من طرابلس معنا العقيد عادل عبد الكافي هو المستشار السياسي السابق للقائد الأعلى للجيش الليبي أهلا وسهلا بك سيد عبد الكافي هذه الأحداث وإن انتهت ما الذي أظهرته عن هشاشة الوضع الأمني في طرابلس وخريطة سيطرة وولاءات القوى المسلحة هناك مساء الخير عليكم وكذلك مشاهدينكم بالتأكيد كما ذكرت أظهرت مدى هشاشة الوضع الأمني والعسكري كذلك ضعف القيادات السياسية سواء متمثلة في المجلس الرئاسي أو في حكومة الوحدة الوطنية والقيادات العسكرية والأمنية والمؤسسات التابعة لهم في عدم تمكنهم حقيقة من ضبط إقاع عمل هذه التشكيلات طبعا بداية تعليجا سريعا هناك خلل كبير أمني وعسكري أحدثه المجلس الرئاسي السابق المتمثل في سيد فايز سراج بأن أعطى تكلفات وقرارات مباشرة لقوة بأن تكون تابعة للمجلس الرئاسي وهو صفة القائد الأعلى وقوة أخرى تابعة لوزارة الدفاع وهي ثلاثة أربعات هذه حقيقة تعتبر أخطاء كارثية من ناحية الأمنية والعسكرية المفترض أن هناك مؤسسات واضحة كوزارة الداخلية تتبعها جميع التشكيلات الأمنية كذلك رئاس الأركان العامة تتبعها التشكيلات العسكرية لا يوجد هناك تشكيلات عسكرية أو قوة مسلحة تتبع لرئيس الدولة أو من يحمل صفة رئيس الدولة أو كذلك وزارة الدفاع هذا المعمول به المتعارف عليه عموماً طبعاً هذه الصلاحيات وهذه القرارات التي أعطيت في السابق هي التي دفعت بهذه التشكيلات إلى المحافظة على المربعات الأمنية التابعة لها وأن تقوم أيضاً بتوسيع رقعة مربعاتها الأمنية حتى تستحوذ على أكبر قدر ممكن من مؤسسات الدولة أو من مواقع تمركز لديها ألا يفترض بأن هذه التشكيلات كلها تتبع إلى حكومة الوحدة الوطنية إلى حكومة واحدة فلماذا تبدو مختلفة فيما بينها بحيث يصل الأمر إلى اقتتال دام هناك سيد الكريم صراع على مناطق النفوذ أو توسيع رقعة جغرافية دعونا نتذكر منذ أشهر ماضية وقريبة ليست بعيدة كان هناك أيضاً نفس الصراع المسلح ما بين العديد من التشكيلات وتم إقصاء الكثير من التشكيلات من داخل العاصمة طرابلس وخروجها وخارج العاصمة طرابلس وهروب قيادة هذه التشكيلات هناك نعم خطة قد وضحها سيد بولو سيرة سابقاً بأن يتم استبعاد تشكيلات التي محسوبة على مناطق خارج طرابلس وأن تتكفل بالتشكيلات الموجودة داخل طرابلس بحماية العاصمة طرابلس وأيضاً ضرب هذه التشكيلات بعضها ببعض حتى يتم تحطيمها وتكسيرها لإنها توجدها ولكن هذا بالتأكيد سيؤدي إلى جانب سلبي آخر وهو إرعاب وإرهاب المواطن وتدمير ما نطلق عليه في ليبيا بنية تحتية مع أننا حقيقة لم نمتلك بنية تحتية حقيقية كما الدول التي لديها بترول ولديها مساحات أراضي شاسعة ولكن على حدود الإمكانيات الموجودة حقيقة لم يتم معالجة هذا الخل الأمني والعسكري على العكس من زاد في حدة الانقسام والصراعات العسكرية القرارات التي أنتجها فايز سراج سابقاً أو مطلق عليه المجلس الرئاسي سابقاً وحكومة البفاق سابقاً هذه أعطت صلاحيات وتبعيات لبعض التشكيلات تغولت على أثرها على تشكيلات أخرى نهيك على الخل الأخر وهي أن صلاحيات ومهام عمل هذه التشكيلات هي متشابعة فأصبح هناك تداخل في المهام والتكلفات لهذه التشكيلات هل هناك أي ضام أو أي حل يضمن إقاع هذه القوى المسلحة مستقبلاً في ظل الانقسام والوضع السياسي الراهن بداية ما حدث من يوم أمس واليوم وأيضاً ما حدث على مدار الفترة الماضية من اشتباكات وصراعات يعطي إشارة سلبية واضحة عن ضعف المجلس الرئاسي وكذلك الحكومة وكذلك القيادات العسكرية والأمنية التابعين لهم أنهم لم يستطيعوا وضع خطة استراتيجية قصيرة المدى أو طويلة المدى للحد من خطورة الأسلحة التي تمتلك هذه التشكيلات وكذلك تواجدها داخل العاصمة طرابلس حقيقة كشف الغطاء عن هذه القيادات السياسية التي لم تعمل ولم تقدم أي مشروع أو خطة بشأن الأسلحة الثقيلة كان يجب باستبعاد الأسلحة الثقيلة خارجاً